هنتي نشوف مع بعض مسألة في هبلر ستاتيك 12 ايديشن المسألة عندك 5 شرط 73 يقولي هنا يقولي هنا وعنا يقولي هنا وعنا يقولي هنا وعنا يقولي هنا يقولي هنا يقولي هنا يقولي هنا يقولي هنا هاتلي الفورس component اللي هي مركبات القوة acting on ball and socket ball and socket at A هي عندي عند l-A هنا ball and socket اللي هو الشكل دوي كده طبع عندي ثلاثة reaction قوة في ال-X قوة في ال-Y قوة في ال-Z بعد كده the reaction at ruler B reaction عند الرولر B اللي هي عندك هنا لقوة واحدة بس عمودي على سطح اللي الرولر عندي يسند عليه عندي الرولر يسند على مين على سطح بتاع ال-X وال-Y بقيت القوة بتاعتها تكون في اتجاه الزد بعد كده on the tension and the chord CD عندي الكورد CD اللي هو مين من اول C لغاية D تحط قوة التنشن فيه needed for equilibrium عشان خاطر الاتزان off the quarter circular plate اللي هو الربع دايرة بتاعي اللي موجود طيب احنا نبدأيا كده احنا نتفقين مع بعض نحل الماء سائل زي كده اول حاجة بنحاول نعملها ايه اللي هي free body diagram اللي هي بنشيل كل force كل support موجود ونخلي ال-Action بتاعه عندك هنا عند ال-A في عندك مين بولان سوكت البولان سوكت ليه camera action تلاتة قوة في ال-X هسميها AX قوة في ال-Y هسميها AY قوة في الزد هسميها AZ طيب عندي هنا عند ال-B فيه عندي مين عندك رولر ليه كم رد فعل رد فعل واحد بس عمودي على السطح اللي هو سنال عليه هو سنال على السطح بتاع مين بتاع محور X مع مين مع محور Y يبقى يكيد القوة هتكون في اتجاه مين هنا هتكون في اتجاه Z طيب هسميها باسم النقطة عند ال-B يبقى القوة بتاعتي كده هتبقى قوة في الاتجاه الموجب وهسميها BZ يبقى ال-Action بتاع تعرور هيبقى مين هيبقى BZ طيب في عندك هنا CORD اللي هو خارج من نقطة C هفرض ان اسمه T وهتديله الشكل ده كده يبقى انا كده عملت مين عملت ال-Body Diagram ان انا شلت كل support وحطت مكانه مين reaction بتاعه طيب بالتالي الربع دا بتاعي الموجود اللي هو من عند نقطة A وال-C وال-B بعد ما طبقت ال-Body Diagram ايه القوة اللي بتأثر عليه اللي بتأثر عليه قوة AX قوة AY قوة AZ القوة 350 قوة التنشن قوة 200 الفورس 200 والفورس BZ عشان نحل مسألة زي كده قلنا هنطبق اتزام بتاع الجسم في الفورس بتاعتي تكلية بزيرو والمومنت الكلية بتاعي بزيرو عشان نطبق الفورس الكلية هقول ايه هقول summation FX بزيرو و summation FY بزيرو و summation FZ بزيرو اللي هي مجموعة القوة في الX بزيرو مجموعة القوة في الY بزيرو مجموعة القوة في الZ بزيرو التانية حاجة هتطبق المومنت المومنت بتاعي هنا عشان مسألة فيها الابعاد واضحة هتطبق حاجة اسمها السكيلر مومنت اللي هو المومنت بتاعي بيساوي الفورس في القوة في المسافة العمودية اللي هي الف فين في الD وحسب اتجاه الدوران الدوران في الاتجاه ده اللي هو مع قريب السعب ياخد اشارة سالبة والدوران في الاتجاه ده اللي هو عكس عقريب السعب ياخد اشارة مجابة وساعتها هتطبق summation MX بزيرو و summation MY بزيرو و summation MZ بزيرو هتلاقي الموضوع بسيط وسهل هتطبع نطبق الكلام ده كده ده كده الشكل التائي بعد عملت ال Free Body Diagram هنتجي نطبق في الأول summation FX و summation FY و summation MZ أول حاجة هقول عليها summation عندي FX بزيرو عندك summation FX بزيرو ده كده اللي هو اتجاه محور الـ X بتاعي عندك في اتجاه محور X مين بس القوة الموجودة عندك في الـ X ما عندي يشغل X عشان كده قيمة الـ X بتاعتي بكام قيمة الـ X عندك بزيرو طيب هنطبق بعد كده summation الـ F Y بزيرو اللي هي مجموعة القوة في الـ Y بزيرو عندك في اتجاه محور الـ Y اللي هو ده كده محور الـ Y بتاعي ايه القوة اللي بتأثر عندك في الـ Y ما عنديش بس غير مين غير الـ AY يبقى الـ AY بتاعتي فورسة عندي في الـ Z بزيرو اللي هي مجموعة القوة في الـ Z بزيرو عندي هنا في اتجاه محور Z ايه القوة اللي موجودة عندك في الـ Z اول حاجة عندك في الـ Z في عندك القوة AZ ساهمها طالع الاعلى في اتجاه الموجة بيبقى قيمتها AZ مجابة طيب عندي مين تاني بعد كده عندك القوة اللي هي ديت اللي هي طيب عندي مين تاني عندك القوة اللي هي T ده اتجاه برضو طريقة اعلى يبقى زائد مين زائد T عندي مين تاني بعد كده عندي القوة ناقص 200 هيبقى الاسفل يبقى ناقص عندي 200 في عندي القوة التانية اللي هي برضو ناقص 200 اتجاه الاسفل تاخد اشارة سلبة يبقى ناقص 200 في عندي القوة اللي هي كام الفرص بتاعت اللي هي 350 برضو الاسفل هتاخد اشارة سالبة ناقص 350 الكلام ده هيساوي 0 لو احنا حبينا نحرك 200 وال250 و350 في الطرف ده هنضيهم باشارة مجابة هتجد ان بتاعتك هتاخد الشكل ده كده الازد زائد البي زائد زائد T هيساوي 750 نيوتر وهتسمي الاقوشن ده بتاعت رقم واحد يبقى احنا كده طبقنا مجموعة القوة في X بزيرو مجموعة القوة في Y بزيرو مجموعة القوة Z بزيرو طلعنا منها قيمة AX بزيرو وقيمة AY بزيرو طلعنا الاقوشن بتاعت رقم واحد اللي فيها AZ والBZ T بيساوي 750 هتطلعنا نكمل كده جزئية المومنت بعد كده قداني اخد المومنت هنا حوالي محور X وحوالي محور Y وحوالي محور Z في عندي شرطين لحساب المومنت سكيلر اول شرط فيهم الفورس بتاعتي لو هي بريرل لأكسز موازية لأكسز يبقى ساعتها ما عندهاش مومنت يبقى نو مومنت طيب الفورس برضو لو انترسيكت أكسز بتقطع أكسز برضو هيكون ايه هيكون نو هيكون نو مومنت يبقى لو الفورس بتاعتي موازية المحور ملهاش مومنت حواليه والفورس بتاعتي بتقطع محور ملهاش برضو ايه ملهاش مومنت حواليه هنبتدي ناخد عندنا المومنت بتاعة الصوم محور المحور ، المحور سأعجب محور ! بال patch المحور مricht إلى ملي هنالففي فالاول بصمشي لالمومنت precedente محور X هي اشر yet and zero ايه القوى اللي وقف على محور x في عندي ay وex ويقف على المحور في عندي ay ويقف على المحور az ويقف على المحور الفرس ترتبه و 50 وقف على المحور و T عندي ويقف على المحور في عندك حاجة بتوازي المحور ده لا مفيش طب مين بيعمل مومنت عندي القوة 200 هتعمل لي مومنت القوة 200 هتعمل لي مومنت القوة بيزد عندي هتعمل ايه هتعمل مومنت طب تعال نشوف كده الجزئية دي كده طيب لو جينا نشوف الجزئية بتاعتنا في الاول بتاعت المومنت هبتدي في الاول بالقوة 200 عندك 200 هنا البعد العمودي بينها وبين المحور اكس عندي اللي هي كام؟ اللي هو 3 من المتين لغاية التلاتة هدول ازاي؟ هدول كده يبقى دي باخد اشارة ايه؟ اشارة نيجة في الدورة يبقى تلاقي عندك هنا المومنت بتاعي هيبقى ناقص 200 مضروب فين في 3 طب القوة اللي عندي بعد كده اللي هي مين؟ اللي هي عندي القوة بيزد بيزد برضو البعد العمودي بينها وبين المحور اكس بتاعي هيبقى كام عندي برضو؟ 3 من البيزد عايزة روح للمحور ده هعمل ايه؟ هدول كده هدول كده ده تجاه الدورة بتاع هيبقى ايه؟ هيبقى موجب هتلاقي عندك هنا البيزد بتاعتي مضروبه في 3 وإشارة إشارة موجبه طيب القوة بتاعتي اللي هي ديت المتين بعدها ايه العمودي عن محور الاكس بتاعي؟ هتجد المسافة العمودية اللي هي المسافة دي؟ طيب المسافة دي في اتجاه الاكس مين؟ اتجاه محور واي اللي هو احداث النقطة دي في اتجاه الواي طيب يبقى متين في تلاتة سين ستين واتجاه الدورة بتاعي من هنا هحاول الف كده من تحت المحور هدول كده هياخد إشارة سالبة هتجد لما نجي نكتبها كده هتبقى ناقص متين في تلاتة سين تلاتة سين ستين والناتج بتاع الكلام ده كله هيساوي ايه؟ هيساوي زيلو الاكويشن دي بس مين المجهول فيها مس؟ القيمة بتاعت البيزد طيب لو حسبنا كده قيمة البيزد هتطلع معاك البيزد ده هتساوي تلتمية تلاتة سبعين واتن من عشرة نيوتين طيب بعد كده لو اخدنا صميشن المومنت عندي حوالين محور الواي لو جينا نبص كده للاكسس بتاعي بتاعت محور الواي مين عندي قطع محور الواي؟ عندك البيزد قطع محور الواي القوة متين قطع محور الواي والقوة عندي تي قطع محور الواي طبعا عندي قيمة الـ x نفسه من الاول الـ x من الاول بزيرو وقيمة الـ ay بايه بزيرو يبقى دول كلهم ملاش مومنت مين عندي اللي عمل مومنت فيه عندي القوة 350 هتعمل مومنت حولين ال-Y في عندي القوة 200 هتعمل عندي مومنت حولين ال-Y في عندي القوة EZ هتعمل مومنت حولين مين حولين ال-Y طب تعلم ده في الأول بالقوة 350 350 بعدها إيه العمودي عن محور Y اللي هو ده المسافة عندي 2 350 لغاية ال-Y هتدور إزاي هتدور كده يبقى تجاه الدورة بتاع هيخذ إشارة موجبة يبقى 350 في 2 بإشارة موجبة تعالي كتب كده الجزئية دي كده تلاقي عندك 350 في 2 بإشارة موجبة طب عندي القوة 200 بعدها إيه العمودي عن ال-Y لقى المسافة عندك اللي هي ديت واضح عندي المسافة ديت اللي هي موجودة فين في اتجاه محور X اللي هو إحداث النقطة فين في ال-X اللي هو 3 كوزين 60 يبقى عندي 200 في 3 كوزين إيه كوزين 60 طب القوة دي عشان تدورها من الوقت تعمل إيه هتلف كده دورانها دوران إيه دوران موجب تعالي نكتب الكلام ده كده هيبقى زائد 200 في 300 كوزين 60 بقى إيه ميم عندي ال-Z بتاعي اللي هو ده كده بعدها العمودي عن محور اللي و-Y عندي هتبقى المسافة 1 زائد 2 بتلاتة والدوران بتاعي هيبقى كده هتاخد إشارة سالبة تعالي نكتب كده الجزئة دي هتبقى ناقص EZ في 3 الكلام ده كله هيساوي إيه؟ هيساوي 0 مين عندي بس المجهول في الإكوشن دي هي قيمة ال-AZ ممكن نحسب قيمة ال-AZ من هنا لو حسبنا قيمة ال-AZ بتاعتي هتجد أن ال-AZ بتساوي 333 و 318 نيوتن أنا حسب قبل كده قيمة ال-BZ ال-BZ بتاعتي كانت 373 و 2 من 10 نيوتن ممكن أعوض الإكوشن بتاعتي لقم واحد إكوشن واحد كنت بتقولك إيه؟ EZ زائد ال-BZ زائد ال-T هيساوي 750 عندي هنا قيمة ال-AZ أنا حسبه وعندي قيمة ال-BZ أنا حسبه بقيدي بس قيمة مين ال-T لو حسبنا كده قيمة التنشن بتاعي هتجد التنشن بيساوي 43.47 من 100 نيوتن يبقى كده المسألة بتاعتي خلصت أهم حاجة في الجزئية هنا هو لما باجي حسب المومنت التاعي بطريقة سكيلر بطبق القاعدة الأساسيين بتوعي اللي هي القوة في المسافة العمودية وحسب اتجاه الدوران لو قوة بتاعتي بتقطع محور من هاش مومنت حواليه قوة بتوازي محور من هاش مومنت حواليه شكرا لكم على المسال بالتأكد من هاش مومنت حواليه